اشتركوا في القناة في تعزيز مسيرة التعاون الخليجي مشهدين باهتمام ودعم سموه للعمل الخليجي المشترك وقد ترأس الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وفد مملكة البحرين في الاجتماع حيث أشاد معالي بما تحقق من إنجازات أمنية خليجية مشتركة ومواصلة دفع مسيرة التكامل الأمني في ظل ظروف الأمنية الراهنة مؤكدا ضرورة البناء على تعاون المواطن مع الأجهزة الأمنية والتي تمثل الركيزة الوطنية للاستقرار والأمان وقد استعرض أصحاب السموه المعالي وزراء الداخلية متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاتحاد ذات العلاقة بالعمل المشترك ونتائج الاجتماع الأول للجنة الخليجية للقائمة الإرهابية الموحدة والذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياضة وفيما يتعلق بالاجتماع المختص بدراسة نتائج التمرين التعبوي المشترك وطن 85 تقرر عقد الاجتماع الأول للفريق المختص بإقامة التمرين في مملكة البحرين على أن يتم إجراء التمرين كل عامين ويكون اسم التمرين التعبوي المشترك الأول للأجهزة الأمنية بدول المجلس أمن الخليج العربي واحد كما تبع الوزراء مشاريع الشبكة الأمنية لوزرات الداخلية والشرطة الخليجية والاستثمار في التصنيع الأمني في ضوء الدراسة التي أجرتها وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال كما تضمن الاجتماع بحث عدد من الموضوعات الأمنية التي من شأنها تعزيز العمل الأمني المشترك وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها دول المجلس في حماية الأمن والاستقرار وصيانة المكتسبات التي تحققت لشعوبها عبر المسيرة المباركة لدول مجلس التعاون وفي بيان له عقب الاجتماع صرح معالي الدكتور عبداللطيف بن رشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية باركوا التوقيع خلال الاجتماع على اتفاقية مقر جهاز الشرطة الخليجية بدولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي كما اطلعوا على عدد من التقارير المرفوعة إليهم من وكلاء وزارات الداخلية بشأن الموضوعات الأمنية التي يجري دراستها وتخذ بشأنها القرارات المناسبة كما أشهد الوزراء بالجهود الكبيرة التي تبدلها مختلف الأجهزة الأمنية في دول المجلس لمكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة وملاحقة المجرمين لحماية شعوب دول المجلس من أي خطر قد يهدد أمنها واستقرارها مؤكدين أن العمل الأمنية الخليجية المشترك هو صمام الأمان بعد الله سبحانه وتعالى في تعزيز أمن واستقرار دول مجلس التعاون وشدد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية على إصرار دول المجلس وتصميمها على محاربة الإرهاب واجتثاث جذوره وتشفيف كافة منابعه لحماية المجتمع الخليجي من أثاره السلبية التي تهدد أمنه واستقراره معبرين عن اعتزازهم بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك بين كافة الأجهزة الأمنية في دول المجلس في مجال مكافحة الإرهاب وما تبدله هذه الأجهزة من جهود حثيثة وملموسة في القضاء على المنظمات والخلايا الإرهابية ومحاربة الفكر الإرهابي المتطرف باعتباره فكرا معاديا مرفوضا يتنافى مع مبادئ وقيم ديننا الإسلامي الحنيف كما عبر الوزراء عن إدانتهم الشديدة للأعمال الإرهابية الإجرامية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في مصر ولبنان وفرنسا وتركيا ومالي والتي أدت إلى قتل وجرح عدد كبير من المدنيين الأبرياء كما أدانوا العملين الإرهابيين الذين وقعوا أمس في مدينتي تونس والعريش وأدى إلى قتل وجرح عدد من المواطنين الأبرياء مؤكدين دعمهم ومسندتهم لجهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب وملاحقة عناصره وتشفيف مصادر تمويله وقد ذم وفد وزارة الداخلية وكيل الوزارة والقائمة بأعمال سفارة مملكة البحرين لدى دولة قطر وعددا من كبار الضباط اشتركوا في القناة